بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم حبيبي الطلاب طلاب بريب وان مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز ومع مستر شريف الهواري يا ربي دائما بخير يا ولادي ان شاء الله النهاردة هننتكلم عن الجزء التاني من ده السنة النهاردة اه طبعا في بريب وان اه طبعا ده جزء تحضير زي ما احنا تفعنا يا ولادي يعني فيه ناس طبعا كتير داخل تسأل وفي ناس للأسف ما بتسمعش الفيديو وبتخلش تتكلم بس بمجرد ان ايه شافت يعني حاجة مكتوبة يعني في حد يقول لي مثلا لو ايه خمسة وستة ابتدائي وكلام من ده وانت بتشويح ولا اعدادي احنا قلنا يا جماعة في اقول الفيديو لو انت بتسمعت للفيديو بس يعني نسمعنا الفيديو هتلا قلنا ده جزء الاول تحضيري نازل من كتاب المعاصر بنتكلم فيه عن جزء كده التمهيدي بنفكرنا بيه الاجزاء اللي جاية اللي احنا اول درس عندنا هقول لكم ان شاء الله في نهاية الحصة في نهاية الفيديو ده الاجزاء اللي طبعا انتدي ايها ان شاء الله من الحصة اللي جاية اللي هي طبعا بداية اليونتس بتاعتنا اه في الجزء ده احنا نتكلم فيه عن يعني ايه الخصائص بتاعت الماطر يا ولاد طبعا اللي ما نشوفش الفيديو الاولاني يقدر يدخل على كوننات مستر ساينس على اليوتيوب ويتابع كل فيديوهاتنا مجانا يا ولاد اه مش بعمل اونلاين اه كله مجانا اللي هو اجيلا المنج الكمية بيكون موجود اه طبعا الناس تابع معي ان شاء الله تجيب درجات انهائية زي غيرها كتير الحمد لله ما بيجيب الدرجات انهائية في الساينس طيب اه تعالوا بنا نتكلم عن ايه الخصائص بتاعتها طبعا اول حاجة يعني اي مطر في الدنيا ولاد لها خصائص فيزيكال فيزيائية يعني الشكل واللون ولا حاجات زي كده وطبعا فيه بقى اللي هي التفاعلات الكيميائية بتاعتها طب ما تيجي يا مصر يدينا يعني يعني شرح لنا كده اه اللي هي الخصائص الفيزيائية يعني ممكن دياتي الشاف وممكن ان احنا نقسها يعني ايه يعني ممكن تلاحظها بعينيك ايوه بروف عليك وممكن تتقاس كمان بقى عن طريقة اميزان عن طريق ترموميتر عن طريق طب راح يا مصر علينا حاجة حاجة يبقى الفيزيكال بروبرتيز اوف ماتر الفيزيكال بروبرتيز اوف ماتر كان بي ابزيرفد ممكن منيها تلاحظ اند ميجر ستش از الكالر كالر كالر ايه كمان الكتريكال كوندكتيفتي توصيل الكهربا التمبريتشر الدينيستي التكيثتر اللي هو الملمس بتاعها التيرمال كوندكتيفتي الاتراكشن تو ذا ماجنة كل حاجة من الحاجات الستة ولا السبعة لقدمك دول السبعة دول كل حاجة منهم تعتبر فيزيكال بروبرتز يعني ممكن يجي لي السؤال ازاي ممكن يقولك كده مثلا إيه؟ هتقول له طبعا فيزيكال بروبرتيز اوف ماتر طيب مين بقى يا مصدر؟ يعني ايه بقى فيزيكال صفة عامة بقى يعني ايه عشان نفهم براحة كده تغيير في الحجم او شكل او حالة المدر يعني مثلا مثلا انت عندك مكعب تل بقى مية يعني حصل له ميلتينج زي ما كنانا نحصل لفتر بقى مية ده يعتبر ايه يعتبر لي يا مستر لانه حصل تغيير في حصل كمان تغيير في الشيب في الشكل بتاعها حصل تغيير في كتسولد ويبقى كل ده يعتبر يا ولاد يعتبر يبقى اول هي عبارة عن يعني مفيش مادة جديدة كونت يعني يا مستر يعني دي او الشامعة اللي هي الشامعة ده لما يحصل لها ميلت هل اللي السحة دوت او اللي ويقى على التربيزة بتاعتنا دي مش شامعة لا هو شامعة برو بس حصل له ميلتينج صح كده انصار يبقى هل يتكون ميلت ميلت جديدة لا يبقى طبعا يا مستر ويزاوت فتوسينج اني نيو سوفستانس ستش از ميلتينج او واكس ووتر سايكل النتشر يعني شامع شامع انصار قوي اولاك حتى الووتر سايكل اللي موجودة فين في النتشر طيب كويس قوي خارك معي بقى كده ركزوا الووتر سايكل اللي احنا قلنا مسلا انت عندك الووتر فيبر يحصل ايه فاوريش من الماء صح ادي كده حصلها ايه فيزيكال تشينج من ليكود لجاز طب عدد كي يحصل كوندنسيش يعني من جاز يتحول لليكود صح كده ولاد كل ده يعتبر انه يعتبر يهي يعتبر يا مستر فيزيكال فيزيكال تشينج يعني يا بنكمل كده خلصنا الفيزيكال الفيزykال zaproverties of water what about technological يعني تعالي شو بقى ياولاد الطبعا يعني chemical chemical properties اللي هي الخصائص الكيميائي can be only measured يعني ينفع ناسها يعني كده ينفع can only be measured يعني ينفع تتاس when a chemical change occurs such as such as ability to rest يعني يا مستر يعني مثلا حديد وصد لما الحديد صد يا ولاد تمام ده يعتبر ايه ده يعتبر chemical change chemical change خلاص يا ولاد كده يبقى chemical change cause change in the structure of matter اه اهم كلمة ايه اهم كلمة عندنا في chemical change اللي هو change in the structure of matter change in the structure of matter حصل تغيير في structure بتاع المتر تركيب المتر يعني مصماري الحديد ده وقت لما صدى ما بقاش مصماري الحديد خلاص ما بقاش حديد سهل جدا تكسره طيب and the new substance is formed تكون مادة جديدة such as burning wood لما حرقت الخشب ينفع ترجع هنا تاني الخشب خلاص صح كده iron rust formation of gas bubbles when vinegar is added to baking soda لما الحب تخلى كده على صودة اللي هي زي الكربونات كده يا ولاد او بيكينج صودة صودة الخبز ديت الخبيز دي تعتبر يا ولاد يعتبر الكلام ده يعتبر chemical change طيب تعالوا نتكلم عن uses of materials according to their properties تعالوا بقى بما ان كل material كده قوليها او كل مطر قوليها الاستخدامات بتاعتها تعالوا ما نعرف هي ولاد ايه او ايه اللي هي صفاتها تعالوا نعرف ايه هي الاستخدامات اكيد طبعا ربنا ميز المواد عن بعضها بما انها اتميزت عن بعضها كان لازم يكون كل حاجة لها استخدام تعالوا نشوف يعني اسمها كده اركز materials are used according to their properties طبعا انا هستخدم المواد على حسب صفاتها انا عايز مثلا حاجة صلبة استخدمها في الحفر اروح اجيب مثلا اه اه اجيب زي مثلا صولت ولا اجيب لا طبعا هلا اجيب مثلا بلاستيك او اجيب اي material خفيفة لا طبعا لازم اجيب ايه يا ولاد حاجة صولد او حاجة very hard يبقى materials are used هنستخدم المواد according to their properties طب زي ايه مثلا الhealyom مثلا ده gas ايه صفاته ان هو عبارة عن light gas غاز خفيف طب تعال ده انت ميزة انت من صفاتك from your او from from its properties من الخصائص بتاعته ان هو ايه يا ولاد light gas طب يبقى ايه الاستخدام fill balloons that rise up in the air هنملى البالونات اللي بترتفع فين يا ولاد في الهول طيب شكرا ايه خلاص احنا استخدمناك على حسب الصفة بتاعتك طب what about cover cover good conductor of heat حلو جدا وكمان good conductor of electricity يا سلام ده انت عندك خاصية مهمة جدا cover is good conductor of heat and good conductor of electricity طب هنستخدمك كاية cover عالم making cooking foods يعني هنعمل اواني الطهي and making electric wires هنعمل اسلاك مين يا ولاد الكهربا طبعا يعني انا هفوت توصلك للكهربا ومعملش منك اسلاك يبقى عرفنا كده طبعا دي مهمة جدا جدا الجوزية دي يا ولاد تأسيسة مهمة جدا ايه الفرق ما بين المكتر والكمباوند والاتوم هنعمل بها الاتوم انشرار في الدرس بتاعنا الاول الاستراكشور بتاعها بالتفصيل مكتر is the form of matter composed of two بس اهم كلمة تو اقل حاجة تو مانتها تخلط ايه يعني تخلط حاجة واحدة تخلطها ازاي لكن هو ايه مكتر form المكترز اللي هو الخليط يعني او بالعليل المخلوط بالعربي مالو يا مستر is a form of matter صورة من صورة matter ماشي كمل composed of two or more components يعني تخلط حاجة تم في بعض او اكتر ثلاث حاجات اربع حاجات مع بعض المهم اسمهم مكترز والمهم ما تقلش عن اتنين يبقى composed of two or more components ذات unreacted كيميكالي ودي تاني اهم الكلمة في الديفينيش يعني يا مستر يعني ما تحط ليش مثلا مثلا سلفر على ايرون وتقول يا مستر حصل الرياكشور ما بينهم ده مكتر لا ده كده new compound ده كده مادة جديدة هم لي يا مستر الشرط ان هما يكون يا ولاد unreacted كيميكالي unreacted كيميكالي طبق الصلط اللي انت بتعمله في البيت بتحط ايه هل بتحط طماطم بس لا ما بقاش اسمه سلطة اسمه طماطم صح هل بتحط خيار بس لا يبقى لازم يكونوا حاكتين طماطم على خيار بقى مع بصل بقى مع صح حط بقى اللي انت عايزه بقى مع جزر يبقى انت خلطت كزا حاجة طب هل بيعملوا مع بعض يعني جيت تفصيل مع بعض مع بعض ما عرفتش بقى خلاصوا مع reaction او reacted together لا يبقى ايهو مكتر اولاد مكونين او اكتر بس اهم كلمة ذات unreacted كيميكالي يعني مش بيتفعلوا مع بعض كيميائي دينا ايجزامبلس يا مستر عايزين ايجزامبلس فور ايجزامبل في عندنا مسلا حاجة اسمه solid solid ميكترز يعني حاجة صوليد مع حاجة صوليد زي مين salt and sugar ميكتر يعني شوية كده ملح على شوية سكر هل يتفعلوا مع بعض لا بس هم اتخلطوا مع بعض فيه ممكن ده كده اسمها solid solid لان هما الاتنين ايه solid طب في solid liquid حاجة صلبة في حاجة سعية اللي اتخلطوا مع بعض زي salt والwater الملح والميت مستقر ما احنا الملح ما ملعفش اللي اقيم فعني اجيبه داني في عائلة يعني البخر الميت بقى لك الملح كبه انت رجعتهم عادي ولك ان في شيء حصل صح كده طيب ده معناه ايه ولاد ده معناه هو مكتر بس ده يعتبر ايه solid liquid like salt in water طب gas in gas غاز في غاز يا مستر اه طبعا زي مسلا الاتموسفريك اير الهوا ده انت قاعد دلوقتي بحواليك ايه بحواليك اوكسوجين ونيتروجين وكربون دايكسايد والووتر فيبر ده مكتر بس يعتبر يا ولاد gas gas او gas in gas طب ايه صفات المكترز يا ولاد ايه خصائص المكترز تعالوا نشوف اول حاجة المكترز the properties of mixture are the same properties of its components يعني خصائص المكترز نفس خصائص المكترز بتاعتك يعني ايه يعني انت حطت ملح في مياه هل المائدة بتعمها مسكر يعني اتغيرت الطعم لا اوه مطعم المياه ملح عبرت صح كده طيب all materials that form a mixture doesn't combine chemicals يعني المواد اللي بتكون المكترز ما بتتحدش مع بعضها ما بتتحدش مع ايه مع بعضها خلي بالك كده زي ما اللي سألين طبق الصلطة هل بيتفعلوا مع بعض لا طبق طيب the components of mixture can be separated using physical methods يعني يا مستر يعني ممكن تفسرهم عن بعض يعني شوية حديد وايه عليهم مثلا شوية رم برادة حديد يعني كده مع رم هتفصلهم هفصلهم طبعا طبعا عادي هاتم اغبطيس يا سيدي وطلع صح كده يبقى components of mixture can be separated easily by using physical methods طب ال compound دي بقى يا ولاد لا تعالي بقى يا حلم تعالي ركز ركز ال compound is a matter form of two or more materials بس combine chemicals يتحدوا مع بعض بقى كميائيين هنا يا ولاد هنا يتحدوا مع بعض كميائيين عكس المكتر فوق طيب زي مين يا مستر شايف الحديد والكابريتي اللي احنا كنا قلنا عليهم دول اللي هو السالفر والايرون السالفر داي عبارة عن بودرة اللونها اصفر كده ولاد مع الحديد مش هيتفعله مع بعض لكن لو سخنت بقى بالنار على لهب كده بليم كده لا يا مثلا يتحدوا مع بعض وتتكون مادة سودا كده والجنية تتغير خالص يبقى ده compound is a matter formed of two or more materials كمباين كيميكالي طب وضي the properties of compound ايه خصاص الكمباوند تعالي هناك في المكتر كان الايه المكتر بتاعته same properties of a components بتاعته وزي ما قلت لكم شوك مكحف مية مية طبعا مع مية لحبارة اما هنا the properties of compound differ from the properties of its components يعني مكونات الكمباوند مختلفة عن مكونات يعني مثلا زي ما قلت لكم حديد مع الكابريد ده تمام؟ في العادي انت تقدر تطلع على الحديد بالمغماطيس وتفسرهم عن بعض لكن لما تسخن خلاص ما فيش وفي المغماطيس مش هشير لحيك ده معناه ايه؟ ان الكمباوند الجديد differ from the properties of its components ايه كمان the components of compound are chemically combined يعني مكونات الكمباوند بتتفعل مع بعضها انسى خلاص لانت ترجعهم مرة تانية المكونات دي خلاص الكمباوند مادة ايه يا ولاد؟ الكمباوند مادة جديد كده خلصنا الجزء التاني آآ طبعا ان شاء الله عايز بقى اوريكم حاجة اللي هي الجزء بتاع المنج بتاعنا ان شاء الله زي ما وصلنا اوريكم طبعا المنج بتاعنا آآ ماشي ازاي وترتيبه ان شاء الله طبعا اليومان دي لحد بقت المحتوى التالت يعني ان هي موجودة من مكونات الكتاب بتاعنا يعني يونت وان هيكون نكلم فيه عن الستراكشور بقاتهم ان شاء الله هشرح لكم الحصة اللي جاية آآ نقل لسن تو بنتكلم فيه عن بريديك تيبل لسن ثري ماتر ان دي اتس بروبيرتز يعتبر احنا اتكلمنا عن لسن سري ده يعتبر في الجزء التانيدي اللي احنا وناها لنزبها معاصر آآ لسن فور بنتكلم فيه عن الكيميكال بوند يونت ولاسن اي ينتكلم بعن correct force جرافتيشن اي ينتي ينتي تي بقى بنتكلم به شوية بايولوجية يعني تي ووا بنتكلم عن Themeninaig تي فوق الخصاص بقى لعامة لليد الكينات الحية وكده تي وطب اول قbildة تي بقى حاجة زي كده وظهر اي تي م pseعمل جيший فيه شوية عن الوحظ بقى وبنى كلم عنEnds سنسولار سيستم وليس انتو بنتكالب عن اللونر ايكلافس طبعاً دي لحادات المحتويات قد تكون صح 100% وقد تكون فيها نسبة خطأ عشان برضو محدش يعني يحمل القناة والمستر لكما نكون حادات المنج يعني عليه السرية كاملة يعني نحن شرحنا جزء تميدي مهم جداً موجود في كتاب المعاصر وينازل في النسخة الجديدة نشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته